دراسة هولندية من خلال إحداث اختلالات في الهرمونات المسؤولة عن الإبادة وإن البدانة مرتبطة بمتلزم التكييس المضايب اللي بتؤثر على واحدة من بين خمس نساء في سن الإنجاب الدراسة أكدت معدلات ذكرت في دراسات سابقة عليها إن احتمالات العقم بتزيد بنسبة 27% لدى زائدات الوزن فيما تزيد بنسبة 78% لدى البدينات أهلا بكم النهاردة حوار مثير طبعاً والرابط ما بين السمنة ومشاكل النساء مشاكل الإنجاب رابط كمير الحقيقة السمنة بتعمل علاقة وثيقة جداً مع المبايض في حالة تكييس المبايض قصة مسيرة جداً البي سي او البولي سي سي كوفري تكييس المبايض أو متلازمة الايد أو متلازمة الدفكت أو المشاكل الميتابوليزم البناء والهد تلاقي ستة عندها تكييس المبايض عندها سمنة عندها زيادة في الشعر عندها بدايات سكر أو احتمالية سكر عندها زيادة كوليسترول وممكن الضغط يكون عليه ستة غريبة جداً السمنة برضو مع الحمل قصة مخيفة ومسيرة للغاية لأنه مع السمنة تسمم الحمل ممكن يزيد مشاكل الحمل ممكن تكبر الطفل ممكن يطلع عنده سكر هنشوف هنشوف هنسمع كلم كتير عن السمنة والحمل تعال نشوف احوار ممتع أكيد هتستمتعو به لأنه مهم جداً جداً في مصر طبعاً جديد الانتشار مع القمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم نسا وتوليد اللي بيفرحني جداً وبسعيدني جداً بحواره الكثيف المعلومات الرائع واختياراته كمان للمواضيع ضيفنا المتميز دائماً لسوس الدكتور عادل برحسن يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الحق المجهي يعتمد على شخص واحد هل تشوهات الحياة البنوية تلعب ضوء كبير جداً في فشل الحق المجاري؟ بالذات لما تكون تشوهات في رأس من حال المنوات تشوهات الرحم منها ست مولودة بيها ومنها نتيجة لتداخلات خاطئة هل الأوراق اللي في جاء لهذه الدرجة تؤثرها الحق المجاري؟ جماعة الأوراق المجارية يمكن استصحة الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب زميل جماعة كيل للمناظر والجراحات المايكروسكوبية بألمانيا وعضو الجماعية الأمريكية للخصوبة والعقم ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن طبعا استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب زميل جماعة كيل للمناظر والجراحات المايكروسكوبية الألمانية وعضو الجماعية الأمريكية للخصوبة والعقم العقم الاسم الكبير أهلا بك دكتور عادل أبي أهلا بك دكتور عادل ها اختيارك للسمنة وتأثيرها على الحمل والإنجاب اختيار موفق جدا لأنه موضوع خطير لكن خلينا أبدأ بمعنين الأول قبل ما أدخل للنساء السمنة أنواحها السمنة يعني بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هو الموضوع دقيق شوية خاصة أن فيها الدولة الوقت بتعمل حمارات كبيرة جدا لمحاربة السمنة لأنها بتكلف الدولة كتير جدا وتكلف العالم بلايين من الدولارات وأنا أحيي الدولة على كده طبعا يعني إحنا لو إحنا اهتمينا بالسمنة طوال السنة القادمة بس وإنجازنا فيها إحنا هننجز حاجات كتير كتير جدا حقيقة فده مجهود مشكور جدا من الدولة يعني من ضمن أحد البرامج الصحية قوية جدا من الدولة بتعملها السمنة يعني زيادة معدل قتلة الدهون في الجسم والسمنة دي أنواع فيه أربع أنواع للسمنة فيه النوع الأول اللي هو الجلوبال أوبزدي الجلوبال أوبزدي يعني الدهون متكونة في كل أنحاء الجسم بالنسبة معينة بحاجات متساوية فوق زي تحت في كل أجزاء الجسم اسمها جلوبال أوبزدي فيه حاجة اسمها ترانكال أوبزدي أوبزدي دي يعني الدهون متركزة في الجزء الأعلى من الجسم والبطن دي بسمها ترانكال أوبزدي يعني يعني بقى شكل عام زي شكل قبل قبل شيء بقى شكل التفاحة فوق عريض وتحت قليل اسمها ترانكال أوبزدي فيه حاجة اسمها فيسرال أوبزدي يعني السمنة متركزة فيه الأحشاء والأعضاء الداخلية دي اسمها فيسرال أوبزدي فيه حاجة اسمها جلوتيو فيمورال أوبزدي يعني السمنة أو الدهون متركزة فيه الأرداف وفي الجليم دي ده رابع نوع وكل ما درجة الأبزدي بتبقى متقدمة كل ما كانت تأثيرها أعلى على الوظيفة بالتبويض يعني أو للبحث عن الحمل أو بحث عن القدرة الإنجابية القدرة الإنجابية فيه حاجة اسمها برضو لازم نفرق ما بين الأندر ويت والأوفر ويت الأندر ويت يعني البودميس إنكس بتاعه أقل من 18 ونص الأوفر ويت اللي هو البودميس إنكس بتاعه فوق التلاتين أو فوق التسعة وعشرين وطبعا برضو بلها تقسيمات الستيج وان وستيج تو وستيج سري من تلاتين لخمسة وتلاتين ده استيج وان من خمسة وتلاتين لاربعين استيج تو من أبوف أربعين استيج سري اللي هي سوبة أوبستي ده يعني زي بريف كده أو زي معلومات بسيطة عن أنواع السمنة السمنة طبعا لها مخاطر جمدة جدا بداياتها من البحث عن الإنجاب وتأثيرها على الست وتأثيرها على الزوج يعني الزوجة والزوج اللي هي تأثيرات على الزوج أولا عشان نخلص منه بسرعة بتأثر على حكتير مهمين جدا بتأثر على القدرة الجنسية بتأثر على الرغبة الجنسية بتأثر على قوة الانتصاب العدو الزوجة ده بالنسبة للرجالة كمان بتأثر على عوامل الحامل المنوية نفسها من حيث العدد والحركة بتقلل العدد وتقلل الحركة وكمان بتأثر على الـ DNA integrity أو معدل سلامة أو معدل تكسير الـ DNA تحامل المنوية فده بالنسبة للرجالة وده حاجة قوية جدا ومهمة جدا وفيها بحث كتير خالص النسبة للسيدات بتأثر في قدرة الإنجابية من ناحية وأثناء الحامل ده شقة تاني وبعد الولادة شقة تاني بالنسبة للتأخر الإنجاب بتأثر على البوائدات بتأثر على بتنترحم بتأثر على البوائدات إنها بتغير في تركيبة التركيبة الهرمونية للسائل اللي جواب البوائد فيقلل الإستروجين برجسترون فيدي بوائدات كوالية بتاعتها مش كويسة أو رديئة وبالتالي قدرتها على الإنقسام وقدرتها على التخصيب مش عالية قليلة وبالتالي يبقى نسبة الحامل مش كبيرة ده بالنسبة للبوائدات بالنسبة للبوائدات بتنترحم بتأثر على مستقبلات مستقبلات معينة في بطانة الرحم بتؤدي إلى التصاق الأجنة أو نحطها جوة تجريف الرحم في الحقن المجهري أو حتى لو مش في حقن المجهري في الحامل الطبيعي الوائدة المخصبة اللي لا تلتسق في بتنترحم نتيجة لوجود السمنة عشان فيه هرمون اسمه ليبتن الليبتن ده مرجود في الناس مثلما الأوبيز أو الأوفر ويت الليبتن ده بيعمل حاجة بيأثر على الـ LH سيرج فيه هرمون مسؤول عن التبويض اسمه LH مما بيوصل لسيرج معين أو عند بيك معين بيحصل التبويض هو بيقلل هذا السيرج وبالتالي ما بيحصلش تبويض وبيقلل جدا فرص التبويض فما يحصلش حامل ولو جينا عملنا حقن مجهري فهذا الليبتن بيأثر برضو على تنترحم وتجويف الرحم يخلي تبطنترحم ما تستقبلش أجينة بشكل كويس فيزيد معدل الفيليا أو الفشل في الحقن المجهري وإذا حصل حامل بيزيد معدل الإجهاض أو المسكرج طيب كل ده ما حصلش وحصل حامل هتبقى السيطة عرضة لإيه؟ هتبقى عرضة لريئك لمسي اللي هو تسمم الحمل هتبقى عرضة لديبيتس النوع الثاني اللي هو السكر السكر الحمل وبالتالي البيبي يطلع عنده سكر جيستيشنال ديبيتس ويطلع البيبي كمان عنده عرضة لنحصول تشوهات بالذات في العمود الفقري في اللي هي سكر أجينيسس فده أثناء الحمل وطبعا فيه بولي هيدراملوس فيه مياه كتير جداً حاولين الجنيم والبيبي بيبقى مكروسوميك كبير جداً حجماً فهيزيد معدل الولادة القيسرية لأنه لها يبقى أكبر أكبر حجم الطبيعة فبالتالي مش هينزل في الولادة الطبيعي فهيزيد معدل القيسرية ولما بزيد معدل القيسرية لوحدة ديبيتس أو عندها السكر هيزيد معدل إنفكشن هتعمل عملية فهيزيد معدل إنفكشن برغم كل الاحتياطات بس فدول بيحتاجوا طبعاً رعاية خاصة بيحتاجوا طبعاً متابع مخصوص بيحتاجوا يعني إجراءات كتير جداً بداية من متابعات دقيقة كل أسبوعين أو كل ثلاث أسابيع مع صنار وربع الأبعاد في أوقات معينة عشان نتفادي كل هذه المضاعفات يعني فتأثير السكر كبير جداً في حاجة مهمة كمان قوي في الحقن المجهري الناس اللي عندهم سمنة بيحصل إنهم بياخدوا أدوية زيادة عن الناس العاديين عشان معدل كوتيت الجسم عندهم عالية جداً فبياخدوا أدوية كتير جداً فيبقى الكوست بتاع الدواء عالي كمان تأثيره على البوردات ما بقاش كتير فطلعوا عدد بوردات قليل لإنه مهما أخذ دواء كتير الجسم كبير قوي فاستجابت المبيض نطلع عدد بوردات قليل نسبة الحمل بتبقى أقل من الناس الوزن المثالي نسبة إن الحمل يكمل كويس برضو بتبقى أقل من الإنسان الطبيعي نسبة الإجهاض بتبقى عالية فكل ده مهم جداً مرتبط لطبات وثيق بالسمنة ومرتبط لطبات وثيق بالأديبروستيشو اللي هو مسؤول عن حدوث السمنة أساساً كل مزاد الأديبروستيشو أو معدد كترة الدواء في الجسم كل مزاد هرمون الليبتن كل مزاد الأندرجن اللي بيطلع ويجي هنا العلاقة الوثيقة اللي اكتشفها لفنسال سنة 1934 اللي هي المتلازمة بتاعت التكيس المبايد مع زياد الشعر الكسيف مع تأخر الحمل ونخدش في الدليل تاعتكيس المبايد اللي هي بتبقى مرتبط لطبات وثيق بالسمنة الأخطر حاجة ست بتخاف منها في فترة الحمل بتالي يعني الأبورشان الإجهاض 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 اللي هو علاقات وثيقة جداً مع التدخين يعني مثلاً التدخين والإجهاض لا علاقة وثيقة جداً الإجهاض له علاقة مع الخبطات يعني في الثقافة في ترومة لكن في علاقة بين الإجهاض والسمنة ده في علاقة وثيقة جداً بين الإجهاض والسمنة النتيجة لأنه الكواليتي بتاع الجنين نفسه ما تبقاش حلوة زي ما احنا شرحنا إن البوايدة بيبقى الكواليتي بتاعتها قليلة نظراً للتغيرات الهرمونية اللي بتحدثها السمنة في البوايدة نفسها وفي المحتوى بتاعها وفي المحتوى الهرموني بتاعها الاستيرجين وبروجستيرون فجودة البوايدة أو نوعات البوايدة بتاعتها قليلة حتى لو حصل منها حمل، ببقى الحمل ده في الغالب في أهو، أحيان كتير، بيحصل أبروشن في أول 3 شهور، إيرلي، فرستر، ميسر، أبروشن، بيحصل في الأول، ولو كمل، بقى رعود ده برضو أن يحصل أبروشن في النص الحمل، بيسموه بقى ميسكارج، بيسموه ميسكارج، فده مرتبطة بعض وصيق بحاجتين، بجودة البوايدة، بجودة الحياة المنوي، بجودة الجنين في الآخر، وبطنطر رحم قوية ولا مش قوية، نتيجة للسمنة اللي موجودة، السمنة بتقصى تأثير مباشر على الطنطر رحم، نتيجة له هرمون الليبتن ده هرمون ده، يعني بلعب دور كبير جدا في أصلا موضوع هقف عند النقطة بقى، يعني الطفل، حضرتك قلت، غياب عظمة أسفل العمود الفقري، مع السكر اللي مع السمنة، في حاجة تانية في العيوب الخلقية للأطفال؟ أه، فيه كتير، فيه عيوب خلقية كتير، زي مثلا ممكن يحصل له كاردياك أنوماليز، يعني فيه عيوب في القلب زي الـ VCD اللي هو الصوب اللي في القلب، بيحصل هرنيشن أو فتء في العمود الفقري غير السكر الأجين العظمة مش موجودة، ساعة يحصل مينينجوسيل اللي هو فتء في الأسفل العمود الفقري، والحاجات دي بقى بقى لها علاج جراح وبيتم تدخل وبيتقفل عن طريق جراحين المخ والأعصاب، بس دي أشهر حاجة موجودة في اللي هي المينينجو مييلوسيل، اللي هي الفتء أو هرنيشن في السائل اللي هو بجوة العمود الفقري، دي أشهر حاجة مع السكر. الحقن المجهاري والناس اللي عندهم سمنة، وخصوصاً كمان لما بعد ما يعملوا، بساعات اللي عندهم سمنة يعملوا جراحات سمنة، زي تحويل المسار أو تكميم المعادة، هنبدأ نلوح نفكر في الحقن المجهاري إمتى بعد جراحة سمنة؟ الحقن المجهاري أو الحامل بصفة عامة يجب أن لا يحدث قبل سنة إلى سنتين من جراحات السمنة، جراحات السمنة بقت أكبر، أكتر عدد من الجراحات بتتم في العالم دلاتها جراحات سمنة، رقم واحد التكميم، يجي بعد كده بقى البيباس أو الجاستيك رينج أو كلام نقول هي تحويل المسار، الرينج خلاص اختفت عليها، الرينج اختفت آه، فعمليات التكميم وعمليات البيباس لتحويل المسار، يجب أن لا يحدث حمل قبل سنة إلى سنتين بعد إجراء مثل هذه الجراحات، ولازم طبعاً بيمشوا على فيتامينز فور لايف، بالذات في البيباس هي تحويل المسار، لديهم نقص شديد في الحديد والكالسا من فيتام بي 12، ومعادن كتير، فلازم بياخدوها اكسترنال لمدة معينة، طبعاً فور لايف يخدوها على طول بس بجرعة مكسفة في أول سنة أو سنتين، ولا ينصح أبداً أن بيحدوث الحمل أو إجراء حمل حق المجاهي، أو أي إجراء من شأن أنه هو يحصل به حمل قبل ما يعد سنة أو سنتين من إجراء إجراءات السمنة، إنه إذا ما إحنا شايفين في الصورة دي، عملية التكميم كله الناس بعرفيها، يعني إيه؟ دي مش تكميم دي تحمل مصار؟ دي بايباس، دي اسمها مني بايباس، دي الميني بايباس، التكميم يعني بيشيل تلاتة بعد معدة تأييب ويحاولها إلى تيوب، هم عارفين بيتابعوا معانا، بيتابعوا معانا جراحات السمنة، فالحقيقة قبل جراحات السمنة وقبل التكميم والكلام ده، في حاجة اسمها هاي دي بقى التكميم، لايف ستايل موديفكيشن، لازم قبل ما أفكر في الحمل، قبل ما أفكر في الخلفة والإنجاب، لازم أخس، لازم أعمل أنا مجهود عشان أخس، لازم أغير طريقة أكلي، ربنا نصفحة تعالى في القرآن الكريم، وكله واشربه ولا تصرفه، إن الله لا يحب المصرفين، فالعاقل في كل شيء كويس حتى في الأكل، فإحنا لازم نغير من طريقة أكلنا، لازم نلعب رياضة كل يوم، لازم نتماشى 150 أو 180 يار في الأسبوع، لازم نقلل الكالوريز من 500 إلى 1000 كالوري كل يوم، دي اسمها لايف ستايل موديفكيشن، لازم ده أساسي، معاه ميديكال تريتمنت، اللي هي فيه أدوية معاناة عشان أسامة عشان نضيوب ده، الأدوية دي بتقلل كتير جدا جنب اللايف ستايل، جنب منهج الحياة، فيه حاجات بتشتغل على مركز الشبع في المخ، وديه مهمة جدا وجيب نتائج كويسة جدا، وفيه حاجات بتشتغل سنترل، وفيه حاجات بتمنع امتصاص الضهون من الجسم، كل دي أدوية كتير جدا، وكلها أثبتت مجحات كويسة، بيتم استخدامها وجيب نتائج كويسة جدا، فيه حقم بتتاح كل أسبوع بتخصص كويس جدا، قبل ما حد يفكرهم الحق المنجهارية، يبن شوية مجهود، ويلتزم بالعلاج، بدون نجوء للجراحة يعني، بس استيل الجراحة دلوقتي بتخلص الموضوع، وبتنهي مشاكل كتير جدا جدا، بذات السكر، السكر والضغط والحاجات دي. طب عايز بقى أتكلم عن الموضوع المهم مع السمنة، فهو تكايس المبايد، لأنه ده أكتر متلاس معتقد بتتواجهوها يعني، إيه حاول تكايس المبايد؟ ما هو تكايس المبايد أصلا؟ تكايس المبايد هو خلال هرموني، يعني هو أساسا خلال هرموني، هايبر أندرو جي نزم، الـ LH أو هرمون تستسترون، فيتستسترون، وتوتر تستسترون، والـ LH بيبقوا عليين عن الطبيعي، هذا الخلال هرموني ينتج عنه عدم انتظام في الدورة الشهرية، تأخر في الإنجاب، ظهور شعر كثير في أماكن حساسة عند السيدات، ثلاث حاجات دول مهمين جدا جدا جدا، تكايس المبايد بيجي مع السمنة، ده فيه طبقات وثيق بين السمنة، والتكايس المبايد اللي اكتشافها لفنسال سيد 1934، فتكايس المبايد، احنا عملنا فيها حرقات كتير قبل كده، ده منظر تكايس المبايد، كل مبيض حجمه كبير جدا، بيوصل لـ 10 أو 12 سنتي، ومليان فوليكل، حوالي 20 فوليكل محواطن المبيض كله، حجم كل فوليكل اللي وعدها من 9 إلى 12 ملي، والتبويض بقى ضعيف، ايش فيه طبويض، البواد ما بتعفش تخرج، ده الميزة الأساسية، أو ده السمة المميزة لتكايس المبايد، كورونيك آنوفيوليشن، يعني مفيش تبويض بيحصل، أو التبويض بقى ضعيف جدا، فبيأخر الحمل، وبنلجأ كتير جدا لعمل حقن المجهري بعد، لو فشلنا في إجراءة النشطات بطريقة معينة، ستيب وايز، يعني خطوة 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 لحد ما نوصل، من 3 شهور إلى 9 شهور، ما حصلش حمل، بالرغم من النشطات اللي احدناها، بننقل بعد كده بقى، للتلقاح الصناعي أو الحقن المجهري، وفي الغالب بتتحل المشكلة، كنا زمان بيعملوا حاجة اسمها، تسقيب بالليزر، اللي على حقيقة يفتكر معانا، رول أوف فور، حلت المشكلة، بس برضو حتى بقى ده أنا نبطلها خلاص، ما عادش لها لازمة، الحقن المجهري حل المشكلة، هنوقف قدام التكاوس المباط في حاجة، يعني، الأدوية اللي بتتأخذ عشان تعمل تنشيط للمبيض، يعني، الناس كتير فيها، زي ما قولوا، لخبطة ثقافية عند الناس، فيه ناس تقولك، لا، الأدوية تي خطيرة، وأنا شفت بنت عمتي، جالها استسأة، ودخلت عنها مركزة، فيه ناس تانية، عندها اعتقاد، إن أنا لو مخدتش هذه الأدوية، أنا ما بعالجش، مثلا، تكاوس المباط. بصرح حاضرك، هو تنشيط المبيضين في حالات تكاوس المباط في حالات تكاوس المباط فيها عالية جدا، في حاجة اسمها، وفي حاجة اسمها، أي احضر مهمات الصحيات، يعني أنا أبدأ بجرعة كبيرة، وبعد كده يقلل، دا اللي بخدش في مشكلة، وفي ان ابدأ بجرعة قليلة وعلى، استيب او إي ابدأ بجرعة قليلة وعلى، استيب او ابدأ بجرعة كبيرة وانزل، بالضبط كده، الأحسن أنه نبدأ بجرعة قليلة وعلى. ليه؟ أنا مالك الموضوع في إيه دي. لكن لو بات بجرعة كبيرة والموضوع خرج من إيه دي مش عارفها أوقفه. هتطاري بقى في الآخر أعمل تجميد كل الأجنة وأنقل في شهر تاني ودورة تانية. وده طبعا برتوكول وده أحسن حاجة للبات في الكاس والمبايد. فلازم أستخدم أدوية بمواصفات معينة بجرعات صغيرة جدا تكون متناسبة مع عمر السيدة الأول ومع تحليل AMH بتاعها. ما ينفعش النهاردة بكون حالة عندنا تكاريس مبايد مش عملنا تحليل AMH مش مستحيل. AMH اللي هو الانتميران هرمون ده مخزون الميبيض حاجتين مهمين جدا في تحديد مخزون الميبيض. AMH هو الانترالفوليك الكاونت اللي هو عدد البوادات في كل الميبيض. فإحنا هنا مهم أول أول ما هنعارفين إحنا دخلين على إيه. حاجة تكاريس مبايد لازم نقول للناس دي حاجة تكاريس مبايد. هنبدأ مع البرتكل الفلاني بالأدوية اللي هي صفاتها كذا بعدد أيام معينة. وهنوصل في الآخر يبقى عندنا مثلا 14 بوايدة 18 بوايدة 20 بوايدة. أكتر من 18 بوايدة يا جماعة لو طلعهم بالرغم من كل الاحتياط اللي احنا عملناها هنجمد كل الأجنة. ونرجع بعد شهر بعد اتنين يكون الرحم هدي ويكون مبايد هديت وبقى نسبة الحملة أعلى. فهي تركة اللي فكيس المبايد. انت نوبرتيني مشرفتين. دعوة. ضيفي العزيزة القيمة الألمية الكبيرة الأستوى الدكتور عادل أبو الحسن استشاري أمراض النساء والتوليد. وعلاق العقم عند الزوجين واستشاري الحق المنكاري واطفال الأنابيب وزميل الجماعة كيل بالمناظر والجراحات المايكروسكوبية بألمانيا. وعضو جمعية الأمريكية للخصوبة والعقم كان ضيفي. في واحدة من أهم حلقتنا على الإطلاق. قسمنا وعلاقتها بتأخر الإنجاب. يبدو أنها علاقة وسيقة للغاية. خليكوا دايما مع الدكتور.